ان شاء الله سيكون عن platform as a service platform as a service احنا متكلم عن المستوى او service اللي من خلالها احنا بنطور software بحيث انه يكون عندي platform انا بعمل عليها complete life cycle للسوفتوير بعمل development بعمل deployment للسوفتوير وبعمل run للسوفتوير على الهاردوير والبيئة بتكون cloud environment multi-tenant platform بالتالي بالتالي بقل الكوست والcomplexity للسوفتوير development يعني كله بعملوا على cloud من خلال هذه platform for فهذا النموذج للعمل platform as a service model بيزودني بمجموعة من التولز داخل هذه الانفورمينت هذه التولز باستخدمها لانشاء تطبيقات وهذه التطبيقات بتتم زي ما حكيت deployment لها على الانفورمينت كالسوفتوير as a service model اذا انا بستخدم platform as a service كبيئة انا بطور من خلالها software as a service says الآن ال 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 اشكال من الباس طبعا جامعة جامعة تجمع اشياء كثيرة منها ال a pass انا في شكل وضح وغريني ال pass encompasses a pass و mft pass اوكي وال a pass بحث ذاتها encompasses تشمل هذه services خلينا نتكلم عن ال a pass في الاول وبعدين نتكلم عن التوابع تبعتها او المكونات ك services طبعا في هكذا service model اللي هو application platform as a service specific component او subset is offered as a platform فانا هنا بدي اطور applications فالplatform مخصصة وهالي service platform مخصصة لتطوير ال applications زي اثرا component database component او messaging component او caching component اذا هذه ال application platform as a service معمولة ل specific component او subset من هذه ال component على ال platform فاذا هي تندويد او تندرج تحت ال pass لان ال pass يعني مفهوم شامل comprehensive application infrastructure platform as a service طبعا في هذه يعني الحالة ال infrastructure الان hidden بالنسبة الي انا انا اشتغل على platform بس ايش في تحت زي ما اخدنا ال virtualization وال elasticity وال scalability الان كل هذه الاشياء متحققة او انا بستخدمها وبستفيد منها من خلال ال pass يعني ال pass comprehensive infrastructure platform as a service application infrastructure يعني الاشي حدا يفهم انه ال infrastructural يعني اللي هو ال i a a s infrastructure as a service لا هي application infrastructure يعني بنيه تحت تطويل ال application كل ما بحتاجه ال life cycle كاملة اوكي فالان كل ال facilities اللي باعتين اياه نظام ال cloud الان انا شايف فقط من خلال ال pass واذا بدي يحجب عننا ايشي بيحجبوا برضو من خلال ال pass فانا بالنسبة الى الان ال cloud والبيئة اللي بدي احط عليها ال application تبعي هي ال pass انا ما بشوف اش تحت مش معني بإدارة الموارد الموارد اللي تحت وال virtual machines او او خلينا اقول ال virtualization environment ال hypervisor او virtual machine monitor كل هذا انا مش مضطر ان انا اديره او اهتم فيه لانه ال provider المزود تبع ال pass هو اللي باعتيني من خلال ال pass فممكن ادير انا شغلات معينة حسب ما هو بطيني برضو من خلال ال pass اذا ايضا شكل من اشكال ال pass هو ال integration platform as a service اذا انا من خلال ال platform انا بدي اكون قاطع ان اعمل اعمال تكامل الاشياء مع بعض البعض components اعمل integration عشان اعمل linking ل a pass offerings together يعني في عندي اكتر من application platform as a service a pass من هذه ال offerings انا اعمل ها integration together ف بستخدم ال i pass ايضا ال i pass ممكن يكون فيها وظائف لمساعدة المطور في تطوير وتنفيذ ومتابعة ومراقبة وهو monitoring يعني وادارة هذه ال applications ايضا ايضا شكل من اشكال ال pass هو knowledge platform as a service اذا لاحظ هنا انه ال pass من خلال هذه ال offerings ال a pass وال i pass وال k pass comprehensive يعني كل هذول من درجة تحت ال pass فانا عندي نفهوم ال pass شامل عندي اشياء مختلفة ممكن استخدمها حسب الحاجة او استخدمها مع بعضها البعض تطوير ال applications تبعتي فال knowledge pass عبارة عن business intelligence platform for gathering and analyzing broad seats of data business data فهنا انا بعطي ال business مش مجرد بلا تطور وتحط ال applications تبعاتها وتعمل execution الها والمستخدم تبع ال business يستخدمها وبس بعطيها قدرة انها تجمع معلومات من استخداماتها ال applications وال says على ال pass وتقوم بتحليل هذه البيانات اللي بجمعها وتطلع منها business value تعمل data mining تعمل machine learning تعمل data analytics على ال data هذه المخزنة في هذه البلات فالknowledge platform as a service offers such gathering and analysis of such data and obtains value out of this data في كمان ايضا the ux pass اي application اي اي بيئة حتى لما كانتش cloud environment انا اكون معني بالuser experience موفر للمستخدم افضل واجهات بحيث انه افضل استخدام والفنكشناليتي تبعت software as a service or application في هذه الحالة طبعا ويكون راضي عن هذا ال application فال ux هنا بتأدي هذا الغرض it's a form of a pass يعني احد اشكال a pass اذا رأينا الشكل في السريحة لبعدها هذه a pass الدائرة الكبيرة هذه وفيها الشهاد هذه knowledge pass و ال infrastructure pass او ال integration pass و ux pass وما اذا فهي اشكل من اشكال a pass ف ux pass is a form of a pass which specializes in the user interface components where the middle and data layers can be separate سواء cloud or traditional systems or platforms فهنا بتشتل على مستوى user interface عشان تعطي user experience بالنسبة ل الapplication اللي هو بدي يطوره على الplatform ويستخدم فالمiddle layer والdata layer انا بعمل separation دائما عشان انا الانترفيس في flexibility في changeability يعني ممكن اغير وممكن اضيف عليه ممكن يعني اعمل له تغييرات وممكن استبدله changeable يعني وهكذا فأنا يعني modular design عندي والشغل مجرل سواء سواء cloud أو traditional طبعا كseparate functionality ايضا شكل من اشكال ال-pass هو d-pass data platform as a service فهو ايضا شكل من اشكال ال-pass which specializes in the data components وال-data components الى اشكال كثير ال-data اخذها في legacy systems وال-corporate systems اللي بتكون يعني بلغات مختلفة functionalities مختلفة جاية زي databases file systems XML و all databases و all lab وهكذا من اشكال اللي بتكون بيئات و warehousing استخدم فيه ال-belianات ال-corporate data فهنا بديكون ال-data components offering SWA style services السوA style هو service oriented architecture style services هي اللي بتتعامل مع هذه ال-data من خلال واجهات معينة services وبتقدمها كطريقة واحدة يعني مصادر مختلفة وبتقدمها بشكل واحد يعني على cloud أو application تاني على cloud زي sys فهي الآن بتسهل الاستخدام لهذه البيانات المتفرقة والمختلفة في الفورمات وفي الأماكن وفي functionality أيضا من اشكال ال-pass هو ال-mft pass managed file transfer managed file transfer pass في cloud service which enables organizations to distribute files internally and externally فهنا بتسهل وبتدير نقل ورسال واستقبال الملفات فبتكون هذه ال-platform as a service متخصصة وموجودة عشان تعمل file transfer أو إدارة file transfer فهذا طبعا الشكل اللي بيين يعني كل ال-pass offerings هذه لاحظنا أن ال-mft pass مش شكل من أشكال ال-a-pass مش شكل من أشكال ال-a-pass وإنما شكل من أشكال ال-pass مباشرة مستقلة سمها نعم إذا هذا تعريف ال-pass وشكل ال-pass اللي ضعيني facilities مختلفة وجوانب مختلفة عشان أنا أطور ال-applications تبعتي بكل ريحية على ال-cloud وأعماله deployment وال-users يستخدموا ك-multi-tenant application إذن أنا الآن بدأ روح على مزود معين على vendor معين وأستخدم pass زي ال-google app engine أو amazon web services أو ال-horoco أو firebase أو أي platform as a service فكيف أختار إيش لازم يحقق هذا ال-vendor عشان أنا أستخدم pass طبعا أول إيش لازم يكون عنده pre-integrated set of components إيش pre-integrated يعني زي الخدمات اللي تاو حكين عنه إيش لل-application لل-integration لل-user experience لل-knowledge لل-files كل الأشياء اللي أنا ممكن أحتاجها في هذه سلطرية ال-application و عمل deployment و execution و استخدام لل-application تكون متوفرة في هذه البيئة أيضا لازم هذا ال-vendor يكون له تجربة في هذا المجد ما يكون ش مستجد في السوق ويكون يعني جاي لسه فتح جديد زي ما قلوها وممكن يسكر أي وقت لا لكن يكون يعني has solutions used by real clients يعني real clients شركات حقيقية شركات كبيرة لها سنوات في السوق ويستخدم هذه البيئة تبعته فهذا دليل على أن ال-pass هذه قوية أوكي أيضا انتبه لقضية locked in locked in يعني أنا زي دخلت عنده في ال-platform هذه وصرت معتمد عليها بشكل كبير وهي proprietary ولو أنا لسبب أو لآخر اضطررت أني أتركه بكون صعب جدا بل ممكن كل النظام أو البيئة عندي والمنظومة تبعت ال-business تبعت تنهار لأني locked in لل-pass sublayer هذا فلازم أتأكد عشان أتغلب على هذه الصعوبة وأجنبها إنه كل ال-intellectual property are licensed and used by a replacement partner يعني أنا إلى الحق أني أنا أتركه في أي وقت وأنا أخذ ال-application تبعي اللي عنده وأنا أروح أحطه في مكان أو في بيئة أخرى إذا أغيره لسبب أو لآخر أيضا لما أختار pass بدي أتأكد من أن ال-pass platform مفحوصة جيدا مجربة ومعمول إليها review وcritical analysis من طرف ثالث مطلع في هذا المجال زي خبراء experts gartner reviews إيش بيقولوا عنها معمول إلى analysis وهكذا يعني طرف ثالث independent security auditing company وإيش بيقولوا فيها إذن هذه factors أنا طبعا في factors أخرى كثيرة يعني بنتبه إلها قبل ما أروح أعمل قبل كنتبعي على pass معينة لأشياء زي الرخص رخيصة أو بيقول سريع بمنها لازم تكون سريعة لا أطلع على factors مهمة في مراحل مختلفة من العمل على هذه ال pass طبعا في هناك أشكال كثيرة إيش أنا أطور على pass يعني الساس سيستمز أنا أطورها أو الapplication أطورها أنا على pass يعني بتكون big applications big corporate business systems and applications زي composite business applications نحن نتكلم عن big applications فيها components كثير فيها services متعددة متوافقة مع بعض البعض ومعمول لها تكاملية عشان تعمل مع بعضها البعض فهكذا pass لازم يكون قادرة على أنها تمكنني من عمل هذه الapplication أيضا يكون عمل data portals بمعنى أنه الآن data مكون أساسي في هذا الportal وكيف هي بدأت تتمكني من تخزين بيانات بكميات كبيرة واسترجاع هذه البيانات والبحث فيها وعمل replicas التي تكون fault tolerant وهكذا بالنسبة ل data أيضا تكون قادرة وإنها تكون هذه الapplications تكون mashups with data derived from multiple sources لأن في mashups أنا بحتاج data من أماكن مختلفة من مصادر مختلفة فهنا ال pass لازم يكون قادرة دعم في هذه الاتجاه طبعا لا أخف عليكم أنه الجزء مهم من الpass يعني الenvironment اللي أنا بدأ أطور فيها بحيث أنا تعطيني integrated life cycle management or anchored life cycle application يعني بدي end to end facilities و offers و sub services في هذا الباس بحيث أني أعمل كل applications الخطوات على الapplication وال dividends اللي بحتاجها حتى لو كان compo site أو data portal أو mashup whatsoever أعمل ويكون كل شيء موجود integrated environment to really develop and deploy the application وعمل customizations المطلوبة وما إلى ذلك و anchored system معتمد على established software يعني معروف وباضح يعني ذو علامة جودة خيرا نقول an anchored system is based on already established software إذا أنا بستخدم establish software establish components لشان أعمل system فبكون مميز system ذو علامة جيدة anchored system ممكن الاعتماد عليه فهنا pass models عبارة عن range من services مثل application development الكلاب بوريشن الديتا management instrument instrument l-storage l-transaction وهكذا إذن نتكلم عنها واحدة واحدة إذن الابليكيشن استبعتي كل ما تحتاجها الابليكيشن في هذه البلاتفورم تكون موصل الابليكيشن ويقدر يستخدم ها فالابليكيشن الابليكيشن البلاتفورم بتتكون هنا قادرة على إنها تزودني بالوسائل عشان أستخدم وأنشئ بلكيشن بروغرامز من خلال البروغرامين لاغوجز وفيجوال ديولوبمنت إنفارومنت بتسهل عيك كتابة الكود وعمل البرنامج إذن هنا عشان أطور البرنامج شو بحتاج عشان أطور البرنامج بحتاج مثلا الـ بحتاج لغة بحتاج طبعا هنا أنا بحكة عن بلاتفورم فالبلااتفورم بدي يكون فيها لغات أنا ممكن حدا يقول لا أنا بطور على اللغة بدي إياها وبرفع على الكلاود وهو بملي رن طبعا هنا عندك خيارين خيارين قلل الخيارات أقول خيارين الخيار الأول إنك تطور الابليكيشن وتحط على مباشر قل أنا بديش بلاتفورم هنا الأمر أنت حتكون مطلع فيه أكتر وبتكون أنت المسؤول عنه والصعوبات اللي بتواجهك هتكون متعددة لأنه كل الفاسيليتز اللي عادة بتزود هالبلااتفورم إليك عشان تطور بكم مش موجودة فأنت تعتمد على نفسك وتروح لإستخدم وتعمل وتطلب المواصفات اللي بدك إليها وترفع الابليكيشن تبعك عليها فأنت زي ما أخذ هنا اشتراك زي كلاود سيرفر وحاط شو لك عليه لكن في الخيار التاني اللي بنتكلم عنه في حاضرة هذي هو لا في اندي بلاتفورم في اندي بيئة عشان طول الابليكيشن اوكي عشان طول الابليكيشن في اندي بيئة بتزودني بكل الوسائل وال السب سيرفيسيز عشان تطول هذا ايضا بتزودني بكلابوريشن ايش الكلابوريشن تعاون عشان تخلي الفريق تبعي multiple developers على سبيل المثال team customer يعني ever needs to re-cooperate and engage in this application development can cooperate in this endeavor so they can work together in such project ايضا الباس موديل بدي يعطيني services الى علاقة بال data management عشان انا ادير البيانات كنا بنحكي قبل شوي في الشريحة السابقة كيف ادير الديتا الديتا مهمة جدا وهي يعني خلينا نقول ال critical point في systems وفي applications وفي platforms عند اختيار ال platform عشان اعمل application وعمل development عليه فبيانات الbusiness تكون مهمة جدا ما تنفقدش الconsistency تبعتها يكون في الها replication و الها backup و consistency I need tools for accessing and using data in a data store في data store ممكن تكون structured data unstructured data اذا ايضا ال pass لازم يكون عندها services من قبيل instrumentation والperformance والtesting فهذه مجموعة من tools موجودة عشان انا اقيس كيف الapplication يستخدم ال resources كيف الاداء تبعه كيف responsiveness تبعته وهل هو شغال صح هل هو secure وما الى ذلك وعمل optimization عند الحاجة فهذه monitoring وinstrumentation وperformance and testing tools ايضا storage services storage بحث ذاته الى علاقة بال data اللي كلمنا عنها قبل شوي في الشريحة السابقة وبالتالي انا بدي اعمل storing لل data وين ما بدي يعني يكون اندي flexibility طبعا هو لازم يزودني بكل الامكان بدي اخز files بدي اخز structure data في no SQL databases بدي اخز structure data في SQL databases وهكذا او حتى بدي اخز عندي وخلي الapplication شغال ياخد جزء من البيانات عندي لانا مش كل البيانات انا بدي احط على cloud انا ممكن احط بيانات عندي وبيانات على cloud وبيانات في مكان ثالث او حتى بيانات مش لي بس انا مشترك وباخذ هذه البيانات من طرف ثالث فلازم الـ pass تزودني بال facilities والامكانيات اللي بتخليني اني الapplication تبعي على platform integration ايضا هكذا pass models لازم تزودني بسervices الى علاقة بترانساكشن management واعظم بكور البزنس applications اللي انا بعملها على الباس ومعنى deployment على هذه الباس وبنثم على cloud بتسير على cloud انها على الباس معنات وهي على cloud الان معمول deployment هي transaction based معاملات تجارية معاملات مالية كلها transactions بمعنى انه الان long running many faces في transaction الها شروط و الها time واصفات transaction فبدي يكون في management هذه transactions في brokering لهذه transactions transactions والانتقري تبعاتها وما الى ذلك فهذه برضو لازم تكون موجودة في الباس so what is a good pass system good pass systems في characteristics انه بعمل separate of data management from the user interface وانا ذكرناه قبل شوي تذكروا في interface pass i pass اكي يعني انا عندي خدمة الى علاقة بال interface كيف انا خلي الوزر يعمل interface لابن يستتبعه جيد فهنا بتدعم separation بين data management وبين user interface وانا موجولر وصعيب مطلوب يعني فال data management مستقلة عن user interface ايضا ال good pass في characteristic reliance on cloud computing standards everything is standardized nowadays بمعنى اذا انا ماشى على standard انا بقدر اعمل interoperability مع انظمة ثانية وبعد اعمل integration معها وusing the data وما الى ذلك فانا بدت تكون ال pass نفس ايضا معتمدة على standards يعني هي standardized ويكون فيها IDE اللي يمكنني من اني يكون في عندي be a visual environment to develop and deploy my application IDE زي اللي بستخدموها في تطوير الapplications التقليدية زي eclipse net beans وما الى ذلك ايضا ادوات ل life cycle management software life cycle management multi-tenant architecture support معظم الapplications اذا اعمل خصوصا systems multi-tenant يعني بعمل system انا مش لا small number of users وانما انا بعمل large number of users على cloud بالتالي multi-tenancy يعني objective مهم جدا architectural objective multi-tenant support security and scalability ايضا 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 هكذا بس لازم تزودني بperformance monitoring testing and optimization tools زي زي ما ما تزودني بide في application development انا بتعطيني tools needed to construct different types of applications and such types of applications work together in the same environment زي ما احكينا في الشريحة هذا الكلام منقول من الشريحة سابق بس عشان تذكروه انه بتعطيني القدرة على بناء composite business applications data portals mashups of multiple data stores هذه النماذج او الاشكال الثلاثة يعني معبرة عن طبيعة applications و طلبات هذه applications والقدرات اللي بتطلبها في ال-pass فهي زي testing القدرة ال-pass اذا ال-pass تعمل هكذا applications بنكون ال-pass هذه ممتازة provide the tools needed to construct different types of applications that can work together in the same environment فهذه الشريحة مهمة مهمة الشريحة و عندما يكون عندي integrated lifecycle platform بتكون كالتحريب انه فيها virtual machine and operating system often offered by an IAAS يكون في data design and storage يكون في development environment with defined application programming interfaces زي IDE قبل شوية و ممكن يكون عندي application بد middle لتستخدم database معينة بد middle لتستخدم integration مع بيئة أخرى أو provider أو data في مكان آخر زي برضو ما كنا بنحكي قبل شوية data تبعتي مش بالضرورة تكون في مكان واحد ومش بالضرورة تكون إلي data تبعتي وممكن أنا أستأجر databases بأخذ منها بيانات معينة زي user information أو يعني بيانات معينة حكومية أو اش بتعلق بالتاكس بتعلق بعض المعاملات المالية وماذا لك data بتكون مش عندي ولا هي إلي أخدها من government أخدها من مزود آخر بتفعله وما إلى ذلك فلازم يكون عندي middleware عشان يتعامل مع هكذا بيئات أيضا لازم يكون فيها testing and optimization tools وهكذا في هنا كثير من الأمثلة على platform as a service هنتكلم عن واحدة فيهم إن شاء الله من هل زي google app engine microsoft soft windows azure platform accent tics app bass long jump wolf حتى amazon web services وغيرها من pass platform as a service اللي بيكون فيها أو ضمنها أو معها integrated development platform والintegrated environments طبعا هنا نحن نقصد integrated life cycle platform يعني platform تعطيني كل الإمكان بتخلينا طور بما فيها IDE IDE اللي بيكون شكلين أحيانا بيكون online موجود على البلاتفورم نفسه وحيانا بيكون وبعطيني إضافة إلى البلاجين أنا بحطه عندي local على IDE تبعي وبشبكو بشبكو مع البلاتفورم على cloud وبصير أطور وبعمل deployment من الدسكتوب تبع فالPASS Application Frameworks which provides a means for creating SaaS hosted applications using anified development environment or an integrated development environment ولكن لو كنت بحكي عنه يعني IDE هذه زي IDE اللي بنستخدمها حتى في plug-ins مثلا Google App Engine مع الإكلبس ف نزل plug-in فالآن بعمل شوية configuration فبشبك مع حسابي على البلاتفورم Google App Engine وبصير أطور وأرفع على البلاتفورم فهذه IDE run the range from a tool that requires a dedicated programming stuff to create and run two-point and click graphical interfaces that any knowledgeable computer user can navigate and create something useful with إذن المقصود هنا أنه أنا عندي خيارات وأشكال من IDE من أدوات بتطلب قدرات برمجية وكيف أستخدمها وكيف أعمل management إليها وكيف أعمل integration الأشياء اللي فيها إلى أشياء سهلة جدا زي اللي هو السحب والإفلات أعمل زي بيئة friendly هيكت مع user interface حلو وأقدر أعمل أشياء هيكت بسهولة زي مثلا Firebase Firebase very user friendly في أقل منها وهكذا زي clips plug انجب شوية أنا بعمل programming لكن هناك facilities للcompilation للتست لل deployment وهكذا فال facilities والتسهيلات والأدوات والقدرات الموجودة فيه هكذا IDE بتتراوح وأشكال مختلفة حسب الحاجم فيه جانب بتعلق في هكذا بيآت في pass application frameworks بتعلق بالportability of the application we create in a pass فهذه extremely important extremely critical and extremely also valuable feature هل الapplication بعمله portable لما تقول portable بيكون application تبعك ناجح يعني لو شلته من البيئة هذه وديته عبيئة تانية بيشتغل طب السؤال بطرح نفسه في هكذا بيئات هل فعل portability 100% portable هل كلمة portable يعني absolute لو نقول portable يعني portable بدون أي سلبيات أو أي إشكاليات وعقبات ممكن ما ما يكون الapplication portable الجواب طبعا نعم فيه هناك عوائق سلبيات الportability relative مش absolute يعني ممكن أقول عن application portable ولكن أنا بقصد في هذه الحالة أنه لما أجي أعمله نقل من مكان إلى من بيئة تكلاود إلى بيئة مختلفة كليا عند vendor تاني وعند provider تاني وما بيشتغلش دغري وفي إشكالية لكن بظل بقول عنه portable فهذه الحالة أنا بروح بعمل شوية تصليحات شوية كوستوميزيشن شوية تعديلات عشان يتوضق مع الجديد ولسه ما زلت بقول عنه portable مش بالمعنى إنه والله أنا بشيله من هل أنا بشتغل زي مكان 100% هذا الآن في شي cloud environment بتعمل زي هك إذن if your service goes out of business being able to port an application by simply redeploying that application to another infrastructure service can be a يعني هذا منقذ حياتي عندي مشكلة هنا وبكل بساطة أنا بدأ نقول application عشان نتغلب عن مشكلة من هذه البيئة على بيئة جديدة بيئة تانية فهذا طبعا منقذ هل لمشكلة لا يفصل لكن مش به السهولة اللي إحنا أبنى توقعها الportability دائما قضية وبعض يعني يمكن طور أو عمل مثلا على application تشتغل على بيئة واشتغل على بيئة التانية وكيف بدأ تشتغل على البيئة التانية في tools وفي actions أنا بدأ أخذها وأعملها عشان أقدر أنقل على البيئة الجديدة فهكذا Application Frameworks أنا بدأ حقق السمات والميزات التالية Silver Data Handling from Presentation هذا تكرار قبل شوية حكينا عنه Data Handling وال Functionality اللي تحت عن User Interface عن Presentation Presentation العرض الشكل كيف أنا بدأ أعمل Data Presentation Data Handling اللي هو Data Processing وكيف أتعمل مع البيانات وكيف أجيب من القائلات البيانات وكيف أخذ زنها هذا Back End وfront End هو Presentation الشكل أيضا هكذا Pass Framework Offer Tools for Establishing Business Objects or Entities and the Relationship between them هذا مهم جدا في Integration قبل شوية Composition اللي حكينا عنه أنا بدي أكون قادر على إني أنشئ Business Objects وأعمل علاقات بينهم مهم جدا ما قدرش أنا أعمل Business Objects وما بيش بينها علاقة وقل كل واحد يشتغل لحاله واخد من هذا نفسي أو استخدم Tool عشان يعطيني وبعدين أنا أخذ الـ Data هذه أو النتج على Objects تاني هذا يعني مضي على الوقت وصعب جدا فلازم Framework يسهل علي Support the Incorporation of Business Rules Logic and Action طبيعي لأنه أنا بدي أعكس Business Logic والBusiness Rules والأكسس تبعات البزنس على على الـ Application تبعات بدي أعماله على الـ Pass وفي الأخير بدي أقون هو Sass فإذا أنا ما قدرتش أني أعمل Mapping Logic تبع كيف تشتغل البزنس على الـ Application إذن useless فأيضا Provide Tools for creating data entry controls reforms reviews and reports Provide Instrumentation tools for measuring application performance and support packaging and deployment of applications هذه أشياء 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 لو نظرت إلى أشياء طبيعية يجب أن تكون موجودة ولكن تكون بكفاءة و ب capabilities و characteristics عالية طبعا الـ Pass أيضا ممكن أني أستخدمها في حالات مختلفة حالة رئيسية أنه أنا والله بدي أعمل صفتير بغض النظر هل في developers كثير معايا team ولا لا لكن أفرض معايا team فهنا تكون الـ Pass useful يعني يكون فيها collaboration facilities و tools عشان تخلي الـ Team هذا يشتغل مع بعض لـ Pass are useful in any situation where multiple developers will be working on a development project or where other external parties need to interact with the development process إذن تخلي multiple users to cooperate and interact together and manage such interactions and changes on the software being developed by these people Pass is useful where developers wish to automate testing and deployment services إذن هذول developers بدهم يعملوا automation للتesting و يعملوا automation للservice deployment شيء مهم هذا يعني مش ميزة إضافية وإنما ميزة أساسية أو functionality أساسية لأنني أقدر أعمل testing بطريقة مؤتمة أو بطريقة ذاتية سريعة وفعالة أيضا Pass makes sense في life cycle اللي أنا بدي أستخدمها في تطوير البرنامج التابعي أو الapplication التابعي وبالتحديد الagile software development which is a group of software development methodologies based on iterative and incremental إذن ال Pass لازم تزودني وتشجع خلينا نقول وتيسر إلي أنني أنا أشتغل agile أنا أشتغل iteratively and incrementally يعني ممكن أن أعمل iteration أو increment وأعمل life and run وخلي الوزر يستخدم وبعدين أعمل update إليه فإيطرation ثاني وإنcrement ثاني أوكي twinning يعني زي توأمة ومناسبة جدا لبعض والبعض الأجائل والكلاود يعني وكأنه الأجائل مناسب وفعاليته يبين شغله وفعاليته في الكلاود والكلاود نفس الإشي الكلاود بيصير قوي جدا الكلاود أبليكيشن بقصد لما نستخدم معها الأجائل software development methodologies اللي هي iterative and incremental في المقام الأول فهنا بيكون أنه software methodologies and life cycles بيخدمها مهمة جدا طيب قبل من ننهي يعني الليكسور هذا متى الباس بتكونش مناسبة بتكونش البست option بتكونش الخيار الأفضل إذا كان الابليكيشن بيحتاج highly portable أو high portability يعني أنا كل شوية بدأ نقل الابليكيشن من مكان إلى آخر be highly portable in terms of where it is hosted أنا باجي بحط على platform application عشان يشتغل عليها ولما بدأ أنقله بأنقله مرة وفقط لكن أنا لما بدي application يكون highly portable مش مناسب أن أنا أحط ه على platform لأن قلت قبل شوية portability نسبية وليس مطلقة بمعنى أنه والله أنا بدي أعمل application portable وأخذ كل احتياط نعمل portable لكن لما نعمل porting زي ما حكيت قبل شوي أنا بدي أعمل تغيير دعم تعريب دعم نعمل البيئة الجديدة فلو أعمل دائما زي هيك ال cloud مش مناسب إلي الباس مش مناسب إلي أيضا مش مناسب الباس لما يكون proprietary languages or approaches with impact on the development process ويكون في لغات خاصة أدوات خاصة مش standardized خاصة خلي عندها خلي على client server أحسن ال application لأنه هنا سيتغلب كتير وحيصير mapping وحيصير translation كتير فخلي مكان لأنه ال performance سيكون سيئة ويمكن يكون فيه أخطاء وهنا بتعمل hindering إيش مع تهندر يحد من ويمنع ويعوق later moves to another provider إنه أنقل من مكان إلى آخر ليش لأنه بريتاني اللغة لإنت موجودة عندي موجودة عند ذاك القديم أوكي ما سان يعني فمدام أطلب بريتاني language مش مناسب كتير إنه أنا أشتغل على pass وعمل على هذه pass أيضا مش مناسب لما يكون application performance requires customization of the underlying hardware and software قلت برضو قبل شوي في بداية الليكسون إنه أنا هنا في platform أنا معتمد على platform وما ليش دعوه في infrastructure اللي تحت فهو يعطيني تلقائي ل provider أنا بعرف كل شيء من خلال platform البيئة أو framework فلو كان application تبعي بطلب إعدادات وتعامل معين مع hardware مش مناسب إن نعمل على platform بروح بعمله زي ما حكيت بنفسي أنا بتغلب فيه إذا كان في غلبة وبروح بحط على infrastructure بنفسي وبتجاوز platform بديش platform لأن طبيعته هو هيك أنا خلص معتمد على نفسي أنا developer أنا شركة معينة بديش أستخدم platforms وأنا بدي أحط فقط infrastructure عشان أستخدم computing وال cloud ففي هذه الحالة لا يوجد داع إلى platform service وأستخدمه عشان performance مثلا أو أي أسباب أخرى equality attributes أو equality factors وأحط على infrastructure مباشرة